حملة أمنية في البصرة التي يصدر منها معظم نفط العراق ويعتمد عليها اقتصاده الحملة بدأت بتوجيهات من رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد زيارته البصرة قبل أيام وتركز على نزع السلاح من العشائر وفض النزاعات والمواجهات المسلحة وبسط الأمنة البلد يعيش في حالة حرب وبأوامر من العبادي وصل إلى البصرة قبل أيام لواء مدرع تابع للجيش قوامه أربعة آلاف عنصر أمن مدعومون بأسلحة ودبابات وطائرات مروحية للمباشرة في عمليات بسط الأمن في البصرة وبحسب اللجنة الأمنية في المحافظة فإن حكومة المركز تدير العمليات مباشرة ولا دخل لحكومة البصرة المحلية فيها وبدأت القوات منذ يومين عمليات نزع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وإلقاء القبض على المطلوبين وضبط السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية كما قسمت في عملياتها البصرة إلى قسمين أقضية ونواحن ومركز المدينة في الأقضية والنواحي بدأت العمليات في شمال البصرة حيث المواجهات الأشرس وبدأت القوات باستهداف العشائر المتنازعة ونزع السلاح منها وداخل المدينة طوق حي الأصدقاء وحي الحسين لبدأ عمليات الدهم والتفتيش تشهد البصرة نزاعات عشائرية ومواجهات مسلحة متواصلة اشتدت في الأشهر الأخيرة وقتل وجرح فيها العشرات من المدنيين وعناصر الأمن وأفراد العشائر المتقاتلة النزاعات اندلعت لأسباب مختلفة منها الثأر أو خلافات على عمل في الشركات النفطية أو حول مصالح مادية واستخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحيانا الثقيلة قاسم حميد العربية